الأمم المتحدة متفائلة بخصوص مبادرة مبعوثها في اليمن هذا ما أفصح عنه المتمر الصحفي الذي عقده فرحان حق نائب المتحدث باسم لامين العامل منظمة الدولية صباح الرابع عشر من أبريل الجاري فرحان حق الذي تحدث عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين في مقر المنظمة الدولية بنين يورك أفاد بوجود مواشرات إيجابية من الحكومة والحوثيين إزاء المقترحات التي قدمها مارتين غريفث الذي لا يزال في تواصل مع الطرفين كان المبعوث الأممي قد أفاد الجمعة الماضية بتواصله مع ما أسماه بأطراف النزاع ومناقشته المقترحات الخاصة بحل الأزمة والتي هي في الأساس أفكار محدثة لاتفاق وقف إطلاق النار المقترحات الأممية بحسب بيان سابق لغريفث متوازنة لبناء الثقة بين الأطراف والعمل على تسهيل الاستيناف العاجل العملية السياسية وتنفيذ إجراءات اقتصادية وإنسانية وتشمل المقترحات حزمة من الإجراءات تمكن اليمن من السير خطوة نحو السلام وصفها غريفث بالتاريخية كانت اليمن قد دخلت في هدنة من طرف التحالف لكنها لم تلقى القبول العملي من طرف ميليشيا الحوثي التي ظلت جبهاتها العسكرية مشتعلة في أكثر من منطقة الأمر الذي حدى بالمتحدث باسم الحكومة راجح بادي إلى اتهام الحوثي بالتعامل مع الهدنة باستهزاء يؤكد عدم مراعاته مصالح اليمنيين حتى والعالم يدعو إلى وقف النار في إطار دعم توحيد القدرات لمواجهة وباء كورونا ترجمة نانسي قنقر